امتا عديد ايه؟ اولها تاني انت قريبة لباباكي اكتر صح؟ قولتها دي ولا باباكي طب انت فاهمان يا منا بحب كلمة ماما اكتر من مامي على فكرة بس انا ما بعملش اللي بقوله انا ما بعمل؟ انت بتقولي كده بس اشتخوي فيني ومنذل على ما فيه جوان انا اسمي منات الله هيسم مختار عبد الرقوف انا عندي 11 سنة انا جاي النهاردة مش زي طالبة انا جاي علشان اقول لماما انا زي بحبها قوي النهاردة انا مش جاي ابدا بصفتي كمعلمة اتيكات ولكن النهاردة انا جاي علشان اعرف انا ومنا قريبين لبعض قد ايه كلمة بتحبي تسمعيها مني وليه بحب اسمع كلمة ماما احلى حاجة في الدنيا انها كانت تقوليه يا ماما بتحسسك بايه بتحسسني احساس القمومة ده احساس جميل بتحسسني بالدفء بتحسسني بالامان بحب كلمة ماما اكتر من مامي على فكرة امت بتحسي انك فخورة بيا فخورة بيكي لما بنخرج وبشوف كل التصرفات الجميلة ومحسوبة على رغم انك بتعكسيني في البيت بس اما بنخرج بلاقي ان انا توجيهات صراحة يعني جابت نتيجة ودما بشوفك في تصرفاتك مع الناس ببقى فخورة بيكي اولا امتى عيضتي من الفرحة بسببه؟ يعني امنيت حياتي ودايما يقولك اللي ما خلفش بنت ما خلفش فكان نفسي في بنولتي اول مرة حملت فطلع عمر ففضلت قاعدة مستنياكي فاول ما اول ما عرفت ان انا حامل في بنت دم معاني الموقف اللي انا ضيقت فيه وكمان انا اسفة انت عمرك ما ضيقتين لدرجة ان انا ضيقت فيه يعني عمرك ما تصرفتي تصرف دايقني منك قوي تي دايما طيبة ومؤدبة وتسمعي الكلام هتعملي ايه لو صحياتي مرة من النوم وما لقيتنيش في حياتي ما لقيتكيش في حياتي خالص؟ خالص تبقى هي الحياة كده خلاص بوقفت يعني بعد الشارل بنا احفاظك ويحفظ لكل الامهات اولادهم عدم وجودك في حياتي دي حاجة مؤلمة قوية ما اعتقدش ان حد بيتعافى منه يعني بس مش هقدر عليها اماني مش هقدر تحبي تشيلي مني ايه وتحطي في شخصيتي احب اشيل منك صوتك العالية منها شتي صوتك عالية منها واحب احط فيك ايه انك تكوني تقيلة او اهدى شوية صوتي اهدى لا غير الصوت انك كمان تكوني اتقل شوية يعني اهدى شوية في تصرفاتك هل فكرتي في لحظة ان انت مش فهماني؟ ساعات لما ابتزع لي بحس ان انا مش فهماكي قوي أنت قريبة لبباكي أكتر صح؟ قلتها دي ولا بحق؟ أكوني قلتها من أحساب لا يعني ممكن ساعات بحسب كده بس ببقى دايما عايزة أفهمك يعني عايزة يتعباري أكتر عن اللي جويكي أنا بقى أم إيه أول حاجة بتيجي في بالك لما بتسمعي كلمة ماما؟ ماما دي يعني مش أي حاجة هي ماما حد قاعد معي أطول حياتي وساعدني في كل حاجة هتعملي إيه لو صحيتي من إنهم ما لقتينيش موجودة؟ عيط إيه هعمله بس طب وإيه الحاجة اللي تحب تكون عندي يعني وهي مش عندي حاجة تكون عند مامتك لا ولا حاجة بجد والله والله العظيم والله طب إيه اللي بتلاقيه في أصحابك ومش بتلاقيه فيه منك؟ معرفش لا ما فيش حاجة أمين؟ والله 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 طيب هل فكرتي في لحظة إن أنا مش فهماكي؟ أه يعني كذا مرة كنت بحكي لك عن المدرسة كنت بتقولي لي ما هو فيه ناس كذا والله حاجة بس ما كانتش نفس الحاجة طب إنتي فهماني يا مني؟ أه فهماني وعرفة أنا عايزة إيه؟ أه إيه الموقف اللي أنا وجعتك فيه؟ لا ما كانتش فيه أي واحدة ما دايقتيش مني عمرك؟ دايقت بس مش دايقت دايقت مش عايزة بكي منك يعني إيه بقى؟ كنا بنتكلم على مثلا كنا بنتكلم على البيت ولا حاجة وبعض كده كنا بنقولها نحط إيه وهنا وهنا قلتلي خليها يعني إيه؟ مش باخد رأيك يعني؟ أوه مش باخد بطناشك إيه مش بتطناشيني بس عايزة يعني طب بس أنا بقولك إن زوجك حلو وفنانة وباخد رأيه في حاجة كتير طب أنا أسف طيب لما بيحصل بيننا يعني سوق تفاهم كده في زعلة يعني آآ بتقولي إيه عليا؟ ما بتقوليش حاجة؟ ماما صعبة ماما كده؟ لأ يعني مرة كنا زعلنين من بعض فمعروفش إنتي قلتلي آآ خلص مش عاملك شارك ديني روحت لبابا قلتله قال لي ما بدك كده طيب أنا عارفه بس أنا ما بعملش اللي بقوله طيب بنتي بتقولي كده لبسه تخوي فيني طيب لما فيش حاجة ثم قلبي طيب أهو متخيلاني لما أكبر أكتر هكون عاملة إزاي في حياتك يعني كبيرة كبيرة؟ آآ النناة بقى نناة؟ بقيتنا نناة إنها تبقى شكلها عامل إزاي تفتكري لا إنها تبقى عندها سهلة حلوة كده طيبة شديدة حلوة بس مش عايزة حدي يجي جنبك ولا يتكلمك برضو؟ آآ؟ مفيش فايدة؟ أفضل قعدة الوحدي كان يعني مثلا حديك خانك لا مش عايزة تكلن وخمي بدوق يعني مش عايزة تاوي الشعر طب إيه أكتر كلمة أنا بقولها لك في البيت وما بتعجي بكيش بقى مفيش حاجة ما بتعجي بكيش طب أقولك إيه أكتر حاجة في البيت يعني مثلا أما أكتر حاجة بتقولي يالي في البيت إسمع طب حيلوة إذي